لكن أساساً هو كيف لم يتلافى العقلاء هذا الوضع من الطوائف المختلفة كيف لم يدركوا أن الاستئصال الآخر لا يؤدي إلى نتيجة فعليهم أن يدركوا إدراكاً كاملاً بأن عليهم في يومياً الأيام أن يجلسوا على طاولة المفاوضات وأن يدركوا أن الوطن يتسع لهم جميعاً كما قال الشاعر لعمركة ما ضاقت بلادهم بأهرياء ولكن أخلاق الرجال تضيقوا وأن مسألة الاستئصال ليست ممكنة وأن تناسع البقاء يؤدي إلى الفناء يعني هذه حكم لا بد أن يدركها الجميع حتى يستغلوا بظل الوطن بدون ذلك الوعد أو ما يسمى بالمهدوجة ليس معناه هذا يعني نفي المهدي المنتظى أنا أتكلم على فكرة معناه فكرة إنقاذ وأن الطائفة تمر إلى نفسها وأن الوعد الحق جاء وأنها ستنتصر هذا ليس صحيحاً العاقبة المتقنة من هم المتقنة الله أعلم بهم لهم مؤاصفات معينة إذن العاقب يجب أن يتصالحوا مع أنفسهم وأن يتصافحوا وبدون ذلك وقلت هذا لبعض الإخوة في العراق الذين من الطائفة المختلفة إذا لم يتصالحوا ويتصافحوا فلن ينقذهم أحد ولن يستطيعوا إنقاذ أنفسهم فهذا حتم لا شك فيه ولا ريب لكل عاقل لكن كيف يتداركون أنفسهم كيف يتوقف الآخرون من جيرانهم وأن يساعدوهم على هذا لأن في مساعدتهم مساعدتي الجميع أعتقد أن النار التي شبت في العراق هي التي مع الأسف أضرمت النار في المنطقة ولم تنتهي فلابد من عقلاء وحكماء لإيقاف لهيب هذه النار